السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم معكم في الفيديو عن كل ما يخص زراعة مشتل البصل أو زراعة الحبة السوداء وبعض المزارعين بتطلق عليه زراعة البسجة أو الزريعة هنحاول في الفيديو نوضح لكم أهم المعاملات الفنية المطلوبة خلال فترة رعاية المشتل علشان نحصل على زريعة أو شاتلة بصل تكون جودتها عالية وتكون خالية من الأمراض ونقدر ننجلها في الحقل المستديم وناخد منها أعلى إنتاج قبل ما هنتكلم عن رعاية مشتل البصل لو مش مشترك عندنا بالقناة تقدر تضغط على كلمة اشتراك وتفعل الجرس على إشعار الكل علشان يوصل لك كل الفيديوهات والنشرات الزراعية اللي بتنزل على القناة باستمرار أول معاملة هنعرفها معاكم وهي تجهيز الأرض لزراعة مشتل البصل لازم نحرط الأرض كويس ونديها سكتين متعامدتين ونسيبها من 10 إلى 15 يوم تتشمس علشان الطربة تنعم وعلشان لو فيه فطريات أو حشرات عندنا في الطربة تموت هنبدأ نخطط أرض البصل بعد كده وهنخطط مصاطب وأفضل عرض للمصطبة هيكون 1 متر وبالنسبة لزراعة الأحواد والسطور فأنا مش بفضلها في مشتل البصل والطريقة المنتشرة حاليا والمعروفة عند أغلب المزارعين هي الزراعة على مصاطب أفضل معاد نبدر فيه الحبة السودة في مشتل البصل هو خلال شهر 10 وده المعاد المناسب للوش البحر في مصر أما بالنسبة للوش الجبلي فبيزرع جبل الوكه البحر بشهر واريت نحاول نزرع في المعاد الصحيح وبلاش نبكر الزراعة في شهر 9 لأن أحيانا الحرارة بتكون مرتفعة فمش هتخلي الإنبات عندنا يكون كويس وهتلاقي إن المشتل عندك طالح خفيف ولو الزريعة طلعت خفيفة عندك في الأرض فده هيخلي إن حجمها هيكون كبير لأنها هتستفاد بنسبة كبيرة من الغزاء ولما هتنجلها في الأرض المستديمة احتمال البصلة تكون مجوز أو تكون حنبوط بالنسبة للأسمدة اللي هنضيفها لمشتل البصل مع تجهيز الأرض فهنضيف 300 كيلو من الصوبر الفوسفاد حوالي 6 شكاير من الصوبر يفضل نضيف صوبر يكون محبب وبلاش نضيف صوبر ناعم لأن الصوبر الناعم لما هنروي الأرض ممكن الأرض تشد معنا بعد 3 أو 4 أيام وده ممكن يخلي إن ظهر المصطبة ينشف على طول وهيأثر على عملية الإنباء هنحط شكر على الأجل من الكبريت الزراعي ووزنها بيكون حوالي 45 كيلو جرام وهنحط شكرتين من سلفات النشادر سماد الملح نضيف 100 كيلو جرام من سلفات النشاد وبالنسبة للسماد البلدي فمش بنفضل إن ننضيفه لمشتل البصل لأنه ممكن يكون موبوء بالحشيش أو الحشراء ولو كنا عايزين ناخد شتلة بصل جيدة فلازم نضيف الأسمدة دي على الأجل مع تجهيز الأرض قبل زراعة الحبة السود بالنسبة لمعدل التجاوي ففدان البصل أو المشتل بيحتاج ل30 كيلو من الحبة السودة تجاوي الجرات مساحته بتكون 175 متر مربع بنزرعه بكيلو ربع من التجاوي وده بيكون المعدل المناسب لزراعة البصل علشان الإنبات يكون متوازن ويكون متناسق وما يكونش تجيل ولا يكون خفيف يفضل الشخص اللي هيبدر التجاوي يكون عنده خبرة ويجسم الأرض كويس حسب المساحة اللي عنده وبلاش تبدر الأرض وش واحد يعني يفضل تديها وشين وش طوالي ووش عراضي علشان الإنبات يكون متناسق وفي نقطة لو المزارع هيزرع تجاوي كانت بيتها من العام الماضي فيفضل إنك تعمل لها اختبار إنبات هتاخد ميت حباية وتعمل لهم اختبار إنبات وتحطهم في جماشة وترويهم وتبدأ تجيس نسبة الإنبات ونحاول نزرع تجاوي تكون من مكان مضمون وموجود أماكن كتير وتجار ومزارعين بطار التجاوي تكون كويسة تقدر تختار الشخص المضمون وتزرع من عنده تجاوي الحباء السودة ومش شرط إننا نبلل التجاوي أو نكمرها في المياه قبل الزراعة نقدر نزرعها نشفى في الأرض مباشرة ولو الأرض عندنا كان فيها إصابة بفطر العفن الأبيض فممنوع وبلاش نعملها مشتل البصل أو بلاش إننا نزرع فيها بصل نهائي لإنها تكون مصدر للعدوى والإنتاج عندنا هيكون ضعيف يفضل إننا نعمل التجاوي قبل الزراعة بمطاهر فطري زي التوبسين أو الريزوليكس وده علشان الزريعة عندنا تطلع سليمة وما يحصلش فيها إصابة بأعفان الجدور بعد ما بنبدر تجاوي الحباء السودة نبدأ نجوم برية الزراعة ونحترس جدا وإحنا بنروي رية الزراعة الشراجي للبصل إن المياه ما توصلش فوق دهر المصطبة والمياه توصل بيئة الخاصية الشعرية أو بيئة النشع وده علشان الحبوب اللي المياه هتغطيها وهتوصلها مش هتمكن لإن تجاوي البصل بتكون حساسة جدا لزيادة المياه فده ممكن يأثر على الإنبات وتلاقي الإنبات عندك ضعيف بسبب إنك زودت المياه أثناء رية الزراعة بعد ما بنروي رية الزراعة للبصل بنبدأ نعين ونتبع الأرض بعد كده ولو ظهر المصطبة نشف عندنا بدري ممكن ندي رية التجرية على عمر 8 أيام أو 10 أيام ولو الأرض عندك ما زال الطريقة والإنباتك تمل عندك مش هتدي رية غير على عمر 21 يوم تدي رية المحياة وتضيف معها الكمال وطبعا كل مزارع بيكون عارف أرضه وعارف الخواص بتاعة أرضه وإمتى يروي وإمتى يعطش الأرض وطبعا البصل ما بنعطشهوش في فترة المشتل الحبة السودة في المشتل بتبدأ تبان عندنا في الأرض بعد 8 أيام من الزراعة والإنبات بيكتمل لحد اليوم الـ 12 من الزراعة النقطة اللي هنكلمكم فيها بعد كده واللي بتواجه مزارعين كتير في زراعة البزجة وهي الحشائج الحشائج بتطلع عندنا بغزارة في مشتل البصل والمزارع بيكون مش عارف إزاي نجيها لإن الزريعة بتكون تجيلة في أكتر من طريقة نقدر نكافح بها الحشائج في مشتل البصل وأول طريقة وأول حل معنا إننا ممكن نكافح الحشائج مكافحة يدوية بالعمال ولكن ده هيكون مكلف جدا وهيكون صعب لإن العمال هتجد صعوبة في إنها تتخلص من الحشائج بسبب إن الزريعة بتكون تجيلة في الأرض الحل الثاني معنا وهو رش مبيد حشائج مانع ليه الإنبات زي مبيد ستمب وبنرشه بعد ما بنزرع التجاوي وقبل ما بنراوي مباشرة بنبدأ نرش مبيد الحشائج ولكن ده طبعا مش مفضل في مشتل البصل إننا نرش أي مبيد منع إنبات لإنه ممكن يكون ليه تأثير على زريعة البصل وممكن يأثر على الجزور بتاعة الزريعة وكمان لما تنجل الشكلة في الحقل المستديم ممكن يكون ليه تأثير سلبي على وزن البصل وحجم البصل الحل الثالث معنا وهو رش مبيد حشاش اختياري متخصص سواء على الحشاش الرفيعة أو العريضة ومن أشهر المبيدات على البصل اللي متخصصة على الحشاش العريضة هو مبيد الجول ومبيد سيليكت صوبر متخصص على الحشاش الرفيعة نقدر نخلط الجول والسيليكت صوبر ونرشهم في مشتل البصل في عمر من 18 ل21 يوم من الزراع وده بيكون أفضل معاد وأفضل طريقة نكافح بيها الحشاش في مشتل البصل وياريت لما نرش نستخدم التركيز الصحيح والتركيز المناسب ونرش في المعاد المحدد علشان ما يحصلش عندنا أي ضرر على البصل وإن نمو بتاع البصل ما يتأثرش ويكون ضعيف بعد ما عرفنا معكم إزاي بنجاهز مشتل البصل وعرفنا أفضل موعد لعمل المشتل وعرفنا معكم بالفيديو معدل التجاول المشتل البصل وكمان عرفنا طريق طريق المشتل وعرفنا بالفيديو إزاي نكافح الحشاش عايزين نعرف بعد كده إيه هو التسميد المطلوب خلال فترة المشتل بس الأول لو لسه ما تغطيش لايك للفيديو وما تنساش تنزل تحط إعجاب للفيديو علشان نستمر معاكم في نشر الفيديو هاتي مشتل البصل بيتم نجلق بعد من 55 ل 60 يوم من الزراع وخلال الفترة دي بنسمد البسجة أو التسميدة بتكون على عمر 21 يوم والتسميدة التانية بتكون على عمر 35 يوم بتكون طبعا حسب معاد الري بيحتاج البصل خلال الفترة دي لخمس شكائر من السماد الأزوتي أو من نطرات النشادر ولو حطينا شكرتين من الملح زي ما قلنا مع تجهيز الأرض فهنكتفي بأربع شكائر من سماد نطرات النشادر يعني بنضيف 200 كيلو من نطرات النشادر بنضيفهم على ريطين وبنضيف 2 كيلو من الهيوميك أسيد و2 كيلو من الفولفك أسيد بنقسم مع كل راية 2 كيلو وبنضيف شكارة 25 كيلو من سلفات الماغنيسيوم بنضيفها على عمر 21 يوم طبعا الماغنيسيوم بديه فواد كتير مش عايزين نتكلم عليها في الفيديو علشان مدة الفيديو ولو نقدر نضيف شكارة 25 كيلو من سلفات الماغنيسيوم أيضا في السمادة فهيكون كويس ولكن نظرا لأن سعره بيكون مرتفع فالمزارعين بتكسل إنها تضيفه وبتكسل إنها تحطه المشتل البسط وبالنسبة للتسميد فبيختلف من أرض للتانية وكل مزارع بيكون ليه مدرسة في التسميد حسب الأرض بتاعته وحسب ظروف المناخ وظروف التربة اللي عنده آخر نقطة عايزين نتكلم فيها وهي الآفات اللي ممكن تجابلنا في مشتل البصل خلال فترة المشتل أو زرية البصل البصل ممكن يتعرض لحشرة الحفار ودية بنتشفة في الأرض إننا بنلاقي فيها أنفاج وفيها حفر بتكون فوق سطح التربة وبتلاقي إن بادرات البصل اللي لسه طلعة الجذور بتاعتها بتكون متأكلة من أسفل وفيها زجون والحل المناسب لحشرة الحفار هو أننا بنعمل الطعم السام وطريقة عمل الطعم السام سهلة واللي عايز يعرفها يكتب لنا في التعليقات وهي أبعث له الطريق من الأفات التانية غير الحفار اللي ممكن البصل يتعرض لها خلال فترة المشتل وهي حشرة التربس وزبابة البصل الصغيرة ودي لو ظهرت هنرشها مبيت حشري يكون سام ويكون متخصص على الحشر وممكن ندي رشة وقائية على عمر 40 يوم هتغسل معنا الأوراق مهم أيضا ندي رشة ورشتين من الكابريت المايكروني كوقائي من الأمراض الفطرية والأمراض الحشرية خلال فترة المشتل نقطة الرش والمغزيات مش عايز أتكلم فيها كتير لأنها بتكون مستبتة وبتكون مختلفة من منطقة للتانية وكل مزارع بكل طريقته الخاصة فأنت تقدر تحافظ على أرضك بالرش الوقائي والتغذية السليمة وملحوظة بسيطة أخيرة أننا لازم نمنع الرأي عن مشتل البصل قبل ما ننجله بمدة أسبوع أو عشر أيام على الأقل علشان الشاتلة لما تروح الحقل المستديم تشتغل معنا بسرعة والجدر يكون سريع وفي النهاية أتمنى تكونوا استفدتوا بالمعلومات اللي وضحناها لكم في الفيديو ترجمة نانسي قنقر